على رندي اليوم أنهى مسلسل الغموض الذي كان يكتنف عملية ضبط قوائمه الانتخابية سوسبانسون خيم مؤخراً على معظم الأحزاب السياسية جعلها تدخل صراعاً محموماً ومرطوناً للضفر برقم داخل قائمة اسمية يمنحها شرف الدخول لبوابة البرلمان استطاع ثاني أكبر الأحزاب بالبلاد اليوم أن يكون سباقاً في ضبط قوائم مترشحيها الذين اختارتهم وزكتهم الهياكل القاعدية للحزب من أجل تمثيلها في الاستحقاق المرتقب الربيع الجاري عبر كافة ولايات الوطن إضافة إلى انتهائه من اختيار ممثله بالخارج وحصت مصادرنا في هذا السياق 462 مترشحاً أساسياً وزعوا مثلما توصي بذلك القوانين والتعليمات المتعلقة بالتمثيل الحزبي عبر القوائم حيث ورد اسم 149 مرأة وتسعون شاباً تقل أعمارهم عن 35 سنة أما فيما يخص مهام رؤساء القوائم بالحزب فإننا وجدنا ما يلي وزير واحد فقط نواب حاليون جددت فيهم الثقة قدر عددهم بـ 24 نائباً أربعة أعضاء سابقين بمجلس الأمة ثلاثة أساتذة في الجامعات ثمانية إطارات سامية في مؤسسات وإدارات عمومية وسبعة آخرون من أرباب العمل وخمسة ممن يمتهنون الطب والمحامات والهندسة وخلافاً للعادة فإن كواليس جلسة المصادقة على القوائم الانتخابية داخل بيت أويحيا والتي وصلت للشرق نيوز قد تمت في ظروف هادئة وحادية على خلاف غريمه الأفلان الذي شهدت وتشهد قاعدته غلياناً بسبب ذلك وبالتالي سيلعب الأرندي هنا براحة على العامل الزمني للتحرك بشكل أكبر وأوسع مغتنماً فرصة تأخر منافسيه في الإجماع النهائي على من ينوبون أحزابهم خلال غمار المسابقة الانتخابية آملاً في ذلك أن يحقق الريادة ويكتسح الأغلبية وإلى أن يفصل في الأمر فلمن ستكون الغلبة هنا يا ترى؟ ترجمة نانسي قنقر